أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية كما استعرض سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود مصر في هذا الشأن تم تداول قضية الأمن الماء المصري كونه جزءا من الأمن القوم العربي والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبزلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كذلك تناولنا أفاق العمل المشترك على الساحة الإفريقية وكيفية دعم العمل الإفريقي في زور الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن